أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق المل أن مجمع إنتاج البنزين الجديد بمصفات أسيوت لتكرير البترول يعد من المشروعات المهمة التي نفذها قطاع البترول في صعيد مصر مشيرا إلى دوره المهم في توفير احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية خاصة البنزين الذي يتم توفيره بنسبة 100% فضلا عن توفير الجهد والوقت والأمان في منظومة نقل المنتجات البترولية جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول والثروة المعدنية طارق المل لأعمال الجمعية العامة لمصفات تكرير أسيوت وشركة أنبيب البترول عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركتين للعام المالي 2022-2023